تفقدت وزيرة الثقافة نيفين الكلاني مركز الحرف اليدوية والتقليدية بالفصطات التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية وقامت وزيرة الثقافة بجولة بالمركز للوقوف على متطالبات العمل بالورش التي تضم الخزفة والنحاسة والخيمية والزجاج المعشق والحولى وعددا من الحرف الأخرى ووجهت وزيرة الثقافة خلال الجولة بدراسة إنشاء خطوط إنتاج خاصة بالمركز تمزج الحرف التراثية والحديثة وإنشاء خط إنتاج استثماري لتسويق الأعمال بالداخل والخارج كما وجهت بالاهتمام بتطوير منافذ بيع منتجات المركز وزيادة عددها